السلام عليكم كنت منكم تكونوا كلكم بيخيروا على خير اليوم شاء الله سوف نجد معكم معسلات بعجينة المسمن السحرية اللي دائما نعتمدها في العجائين ديولي سوف نبدأ إن شاء الله في المقادر وطريقة التحضير عندنا واحد السادي الكؤوس ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات عندنا ربعة جرام ديال الخميرة سوف ندير نصف ديالها وعدنا هاد السكر دائما كتسغلوا لي السكر بمداق الزهر عندنا شوية الملحة واحد جوج معا القبار ديال الزيت وعدنا واحد المعلقة ديال العسل هاد العسل كيعطي البنة وكي يخليها تقرمش وكيعطي تاللون يمكن لكم اللي بغيتو تديرو بلاستو سكاري يمكن لكم ولكن بالعسل كتجي أحسن كتجي مقرمش وكتنشي كتعطي وحد اللون اللي هو زوين بزاف غادي نبدأ إن شاء الله نعجل العجين ديالنا عدنا تقريبا واحد جوج كيسان يكونوا عامرين ديال العنبال بنات جوج كيسان يكونوا عامرين وكان مقاون عجنه في العجينة ديالنا كتكون العجينة ماشي كتلصق مجموعة آآ بالنسبة اللي بنات إلا بغيتو تديرو في هاد العجين آآ ديرو حوشوات مالحين تحيدو آآ آآ هذيك آآ صاشي ديال آآ المذاق ديال الزهر تحيدوها صار فيو تخدمو العجينة ديالكم حسنا فيتلي خدمتها را جباتكم كنت قدرت بها جوج وصفات جوج مشيها رائعين أكتر من رائعين اليوم إن شاء الله تحت الطالب ديركم بزاف منكم اللي كي بغي العجينة تكون في الدار بلا ما يشري الورقة ديال الفيلو أو الورقة ديال البسطيلة وليوم غادي نوجد لكم هاد شكي اللي غادي يعجبكم إن شاء الله بهاد العجينة السحرية المعتمدة لدائما كنعجنو كنبقا نديرو لما بشوية بشوية احنا تنجمها في العجين ديالنا هاد العجينة باش ما نضيعوش الوقت ما خصاش ما غاديش ريحوها غادي تشوفو من الأحسن دلكوها واحد ثلاثة الخمسة دقيق وها هي موجودة يعني كتولي ملصة الراحة ديال العجينة إلا بغيناها ترتاح خاصنا من دلكواش نخليها ترسح دابا ندلكتها واحد خمسة ديال دقيق غادي نقسمها على أربعة وغادي نكورها كويرات وغادي نتهن بشوية ديال الزيت وفي هاد الوقت غادي نغطيها ونخليها ترسح بينما وجدت الحشوة ديالي غادي نلقاها يعني مدة الراحة ديالها تقريبا واحد خمسة عشر دقيقة كنلقاوها موجودة يعني بلا ما نديرو ديك المسألة اللولة باش منضيعوش الوقت بالنسبة الناس اللي مزروبين خدامين بزاف المسائل ذاك شي لاش واللي بغا يدير معسلات الورقة ديال البسطية ليمكن لكم البنات غادي نخلي لكم الرابط ديال الختي أمينة رادارتها البارح زوينة بزاف بالنسبة الناس اللي خدامين وما تيقدروش ما عندهمش الوقت باش يعجنوا باش يديروا بزاف المسائل ياخدوا غا الورقة في الدهوم ويجيبوا كوكاو وغادي يخدموا واحد المعسلة اللي هي ماشي غازوينة اكتر من رائعة عدنا البنات 400 جرام ديال الكوكاو اللي شديته حمر صف الفران غادي ندير معاه هاد المداق ديال الزهار دايما كتسولوا عليها هادو خنيشة ديال السقار اللي فيها المزهر غادي نطحن الكوكاو ديالي أنا غادي نطحنه غادي نخليه مهرمش غادي نطحنه في هاد الطحانة اللي دائما تهي كذلك كتسولوا عليها غادي نخلي لكم رابط منين خديتها ونخلي لكم الرقم ديال الواتساب منين خديتها وديك ساعة تاصلوا اخدوها صف قد زوينا صراحة الحاجة مني كتعجبني را كنوريها لكم وكنقولها لكم زا ما اشي حاجة لها زوينا هي كتهر مش بحال اللوز بحال كوكاو كتشلط البصلة يعني الكفتة الدجاج مسائل كل هكا تديرها وثاني إلا بغيتوا تطربوا البيض او لا تديروا شي حاجة را يمكن لكم تديروا را عندها بزف ديال الموس صافي هذا وجه ديال الكوكاو ويمكن لكم اللبناس إلا بغيتوا تديروا اللوز بغيتوا تديروا اللي بغيتوا تديروا ذاك الشيع لحسب الموجود غادي ندوزو ناخدو الكوكاو ديالنا غادي نديروا واحد المعلقة ندرس معلقة كبيرة ديال المربع ديال الليمون بالقشور ديالو اللي ما عندوش تقدرو تديروا ديال المشماش وغادي نعاود نطحن وكنزيت قريبا واحد جوج معالق بارتال كلاسة ديال الماء الظهر يعني الماء باش غادي نعجن هاد الكوكاو باش كيو اللي معلكو معجون ما كيبقاش هكا تدير ويمكن لكم إلا بغيتوا تطحنو مزيان بلا ما تخليو مهرمش يمكن لكم ولكن تاني عاود نبدله شوية غادي ندوزو الخلطة اللي غادي نديرها باش غتخلي هاد الورقة تجيب حال باطفيلو غادي ناخد جوج معالق كبار ديال النشا نص كاس ديال الزبدة هاد الزبدة نباتية دوبتها وحيتمنى الحليب ديالها غادي نخلطها مع جوج معالق ديال النشا وغادي نضيف لها تقريبا واحد ربعت المعالق ديال الزيت العادية وغادي نخلط مزيان وغادي نبدأ ان شاء الله باش نورق العجينة ديالي كناخد العجينة اللي ولو كان ندير شوية ديال الزيت وكان نصرح فيها تكتولي رقيقة بحال العجينة ديال اللي مسمن باش تجيكم ناجحة ورقيقة كيف ما بغيت وخفيفة والقرمشة ديالها كتدفل فهم حت القرمشة اه كتختالف كين الحاجة كتقايها مقرم شو لكين مني كتجي تعضي تتلقيها شوية ماشية ديك ولكن القرمشة اللي كتدو في الفهم كي تتوصلها كتتفرتد يعني كتترس تجيزوين بزاف هادي نصرحوها مزيان هاد المعسلات بحال ذاك شي ديال ديال الشرق يعني كي يجيو زوينين بزاف ولكن حنا اخذيناهم ودرناهم وطورناهم بالعجين هادينا الساهلا بلا باطف هادا كفيلو كان ناخدو الخاليط كان ناخدو تقريبا واحد جمعات كبار اللي كان ندهنوه مزيان في هاد العجين كي ما كتلاحظو صافيو كان طويها بحال شكل مسمنة ولكن الحاجة اللي غادي نوصيكم عليها هي الاطراف كي يجيو مع الاطراف باش ما كتجيش ورقة هاربا على ورقة هانتم غادي تشوفو غادي نتنيها وفي الاخير غادي نجبدها من جناب باش كتجي ورقة فوق ورقة صافيو كان عاود ندهن باش ويا ديال الزبدة والنشاة اللي مخلط صافي وغادي نطوي اللي ما بغاش يدير نشا يمكن لكم ما تديروش الزبدة كافية ولكن اللي لادرتو لنشا غادي حاجة اخرى كان عاود ندهن عجينة واحد اخرى وكندير لها نفس العملية الزبدة وكنطويها وكنحاول نجيبها يعني ورقة فوق ورقة عانتم ما شوفو لاحظو وكنحيد ذاك الهواء اللي سيكون بيناتهم يعني بشوية لي عليكم وشدو الخطر ولكن راز ساهل راز عمام شي تتشدي وحد الوقت اللي هو طويل عندك واحد ساعة المقانة هاي موجودة ما كدتعداش ساعة المقانة صافي كنطويها على 4 وغادي نكمل هادوك الجوج اللي بقى بنفس طريقة وكنخليهم مرة اخرى يرتاحوا واحد 15 دقيقة صافي وغادي نبدأ نطلق فيهم البنات صافي كنبدأ نطلق فيها على هات الشكل انا طلقتها بالمدلك ولكن بلا طحين بلا زيت بلا والو دك الزيت لي فيها وديك الزبدة لي فيها كافية وكنحاول ما امكان بشكل يبقى ورقة فوق ورقة تتبقى حيث مني كان نبدأ نقرسو كتبداو هربو الورقات على خوتو صافي كانشد المسمنة بعد ما رققتها وكتكون ارقيقة غادي نقطعها بمستارة كيما كتلاحظو يعني درت واحد لعبار اللي هو سبعة سانسيم على سبعة كان اخد الكوكو ديالي اللي درته قوورته قويرات صغارين كيما كتلاحظو يعني العملية سهلة سهلة بزاف صافي غادي نشد قنت مع قنت وقنت مع قنت يعني بربعة غادي نشدهم بفق وغادي نضغط غادي نقرب لكم باش غادي تشوفو مزيان وغادي نضغط على اللوز باش كينزل وباش كتعطيني على شكل مربع عندما شوفو كي سندير مازال غادي نوريكم باش يباليكم حس ايدي كتطرق شوية وغاسمحو لي وصافي حس كنصور بوحدي كل شي كنديرو بوحدي غادي نعاود نحول الكاميرا لهذا الشي باش غادي تشوفو عندما غا تشوفو مزيان كنهزو واحدة الا واحدة يعني بربعة بيهم كنهزو من فوق ومن الاحسن البناء تلعجين ارقوها ماشي تخلي وغليضة هانتما وكندير يعني العملية سهلة ما كتحتاج هانتما هزو بجوج بيهم بربعة كي ما كتلاحظو كتجمعوه صافي وغادي تضغطو الى ذاك الكوكو باش كينزلو كيتربع ومنها كتسد هي ولكن من بعد را كتتحل في في الطياب باش كت يكونو ذاك الطريقات ديولها باش كي يبانو غال مهم احنا كنعطو ذاك الكوكو وشكل مربع باش كتجي يعني متبتا راسها قالسة صافي كنبدأ نديرها في طاوة ديال الفران كندير امكلكم تدهنوا بالزيت اولا بالزبدة اولا تديروا الورقة ديال ديال الزبدة اللي بغيتو غادي تديره المهم هادو اللي شاطوليا غادي نوريكم انهم مك يضيعوش كنديرو احدا الا وحدا او كندير قويرا يعني تحاجمك اتضيع صافي كان بقى مستمراتا كنكمل العاجين ديالي منيك نكملها غادي نجي لكم الفران غادي نسخل الفران مزيان 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 البنات وغادي نوضعها في الفران غادي نخليها وحد خمسة دقيق وغادي ننقص على النار ونخليها الطيب مزيان من اللي تحت وطلع لها الطيب مجناب حاس باش يطبوا لكم مجناب مزيان وصافي وغادي نشعل الفوق وغادي نخلي تك يتحمر مزيان وغادي نخرجها هادي هي المؤسلة الدولي غادي ندير هاد العسيلة اللي هي عجباتني صراحة بزاف هاد العسيلة كنت دايما انت تسهول عليها سلد ديال الشيفاء اللي هو بنين صراحة بنين بنين بزاف غادي يضيف لها وحد المعدة غادي نديرها ونخليها تتأسس شوية وصافين غادي نصفها من اللاسل وغادي نزينها بشوية ديال الكوكاو اللي هو مرمش وهادي هي المؤسلات ديال اليوم اللي كي يجيو ماشيها رائعين اكثر من رائعين كانت سنة تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام ما تنسونيش من داعواتكم اللي لايك والبرتاج كيف ديما وشكرا الله